احتكار السلع من أيام كنا قلنا لكم أنه يحصل نوع من أنواع تغليز العقوبات وأن فيه مشروع قانون بتعديل قانون حماية المستهلك علشان قصة أن يخزنوا السكر، يخزنوا الرز، يخزنوا الزيت أيام كان السلع اللي كان بيحصل فيها احتكار أو تخزين يكون فيه بقى عقوبة راضعة لمثل هذه الجرائم النهاردة رسميا مجلس النواب خلاص وافق بشكل نهائي معنا هذا الكلام أن نحن نشوف العقوبات الجديدة بتنفذ بمجرد أن يتم صدور هذا القانون والموفق عليه في الجريدة الرسمية يعني الموضوع المتوقع عليه في عدة أيام يكون بيحصل تنفيذ للعقوبات الجديدة لأي حد بيحتكر السلع وأنه بيحجبها عن البيع بيمتنع عن بيعها يعني يكون عنده في المخازن يكون عنده داخل منفذ البيع نفسه أو المحل ويكرر أنه ما يبيعهاش للمستهلك بتنتظر عقوبة كبيرة ومغلصة خلينا نقول إيه شكل العقوبة أولا الحبس مدة ما تقلش عن سنة وغرامة ما تقلش عن 250 ألف جنيه وممكن توصل لتلاتة مليون جنيه في حالة طبعا أنه رجع مرة تاني ومارس نفس النوع من السلوك الاحتكاري أو فكرة الامتناء عن البيع بتغلص عليه العقوبة حبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الخمس سنين وبتضاعف أيضا قيمة الغرامة لكن في جميع الأحوال يتم ضبط زي ما قلنا قبل كده السلع المخزنة والمحتقرة وبتطرح بقى للبيع للمواطنين وأيضا بيكون مهدد أن المحل بتاعه والمنفذ بتاعه يتم إغلاقه لمدة بتوصل لست شهور فإحنا شايفين عقوبات قوية ومغلزة خلاص وافق عليها بشكل نهائي مجلس النواب وزي ما قلنا متوقع أن يتم البدء في تنفذها خلال الفترة اللي جاية إحنا شايفين تحركات يمكن بقت بوثيرة أسرع شوية في قصة تغليز العقوبات بالتزامن مع وجود بعض القرارات اللي يمكن كنا تكلمنا عليها إن إحنا عندنا سبع سلع استراتيجية محددة أعلنت عنها الحكومة إن كمان مع بداية مارس السعر هيتكتب على السلع الاستراتيجية قلنا الكلام ده أيضا فشايفين خطوات عدة بيتم اتخاذها ومنتظر إن إحنا نشوف تطبيقها في عملية أيام غير كمان الضبطية اللي هتكون في إيد القوات المسلحة فإحنا شايفين كل هذه الأمور من أجل ضبط الأسواق من أجل إن حضراتكم تشوفوا أسعار عادلة من أجل إن أي حد محتكر أو متلاعب أو فاسد أو أيا كان سلوك عمل إزاي يلقى العقوبة اللي يستحقها في هذا الموضوع